كيف نسرح الكتابة? كيف? يا اخي تركك الكتابة. ايش كيف نسرح? امر سمع. لابد اننا نسير اعتني القلب منه. حتى نرتاح من هذا القلب. حتى نرتاح وتمشي على وثيرة واحدة ماذا تسمع? تدرس وصول ثلاثة قواعد ارضة كتاب التوحيد على شرح الشيخ بن عزيمين رحمه الله تعالى. لماذا? لان بن عزيمين رحمه الله يشرح لك التوحيد تعييب التوحيد من وصول الثلاثة. هنا يكذل تراجع. لكن لو تأخذ مثلا شرح بن عزيمين من وصول الثلاثة رحمه الله. واشتح الفوزان لكتاب التوحيد. حفظ الله حفظه الله. هذا تقسيم وهذا تقسيم وهذا تفريع وهذا تفريع. لا تستطيع معك الامور. وبعد هذا تقول والله لا ادري هذا هو قول ابن بارس رحمه الله او قول الفوزان حفظه الله او قول ابن عزيمين رحمه الله الدمين. لا. تنشي على وتير واحدة. وكان الواحد من السلع يأتي لعالم العلماء السلع. يأخذ عنه العيد. ثم ينتقل الى العالم الآخر. ثم هذا الشيخ الآن لو تتلمد على بن عزيمين رحمه الله. واخذ كل مؤلفات بن عزيمين وضبطها. ايش يخرج بن عزيمين ذاني. لكن هذه المشكلة انه هنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في شر وتختلف عليه الامور فيها حتى يصير اظل من دون حكيم. لا. تمشي على تعييد واحد. على تقسيم واحد. على شرح واحد. ونحن نريد نمشي في هذا كتاب على القول المفيد. شرح الشيخ بن عزيمين لكتاب التوحيد رحمه الله الدمين. طيب. الشرح على كيف سيكون? سيكون? اذا الكتاب المعتمل ما هو? القول المفيد الشيخ بن عزيمين رحمه الله تعالى. عندنا ملخص لهذا الكتاب لكن الملخص العبدtre بني عن كتاب الأصلي. طيب كيف سنشرح الكتاب بإذن الله? نريد ان نعرف التعريفات والت comprendence. يقول كتاب التوحيد ما هو التوحيد فراد الله سبحانه وتعالى باننا خص به من الظبوبية والألوهية لأسماء الصفاء. التوحيد الظبوبية فراد الله سبحانه وتعالى بإفعالي. التوحيد الولوهية فراد الله سبحانه وتعالى Musikyle الى الاسماء والصفات اتراض الله سبحانه وتعالى. هكذا. تضبط التعريفات التي في الكتاب. الثاني التقسيمات. يقول مثلا. وقضى ربك. تقول القضاء ينقسم الى قسمه. قضاء شرعي وقضاء كون. اذا هذا الامر الثاني. اول تعريفات. الثاني التقسيمات. الثالث نريد ان الكتاب يقتضل. كيف يقتضل? اي ايه ايه او حديث تحت الباب. لابد نذكر مناسبة الآية والحديث للباب. اذا ربطنا ماذا? الآيات والحديث? مع الباب. ثم نربط الباب مع كتاب التوحيح. فارتبط الكتاب بأكمله. هذا الشرع. يعني ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى. باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب. تحت هذا الباب ذكر قول الله سبحانه وتعالى. لا تقم فيه ابدا. ما علاقة هذه الآية التي نزلت في مسجد غيران في باب لا يذبح للا بمكان يذبحين لغير الله. لابد نعرف المناسبة. تمام. الترجمة اللي هي الباب. باب ما جاء بالمصورين. ما علاقة التصوير بكتاب التوحيح. تقول التصوير خلق وإبداع. ومضاهام لخلق النار. وله علاقة بتوحيض ربوبية وتعدي. على حق الله سبحانه وتعالى. او اول شيء حدث بالآخر بشبهة التصوير والتماثيح. وله علاقة بكتاب توحيح. انه ممكن واحد يأتيك ويقول هذا الباب. باب ما جاء بالمصورين. لابد انه خطأا بعضا المساق. انه بعضا المساق ذكر هذا الباب. وهذا له علاقة بكتب الفكر. حتى يرتبط الكتاب بأكمل. هكذا ندرسل على الكتاب فقط. الآيات والحاديث مع الباب. الباب مع الكتاب ويرتبط الكتاب بأكمل.